مرحبا مواليد برش الأسد معكم كارمي شماس كيف بديكون شهر قاب أغسطس الشهر الثامن من سنة 2020 هو شهر مهم جدا جدا لألكم لأنه الشمس موجود ببرجكم وكوكب عطار كمان ببرجكم لكن النقطة الأهم هي وجود الشمس ببرجكم لأنه مرة واحدة بالسنة الشمس بتكون ببرجكم هي فترة 30 يوم تقريبا بالنسبة لألكم بدأت هالفترة من صباح 22 جولاي تموز يوليو وبتنتهي بمساء 22 أب أغسطس إذن شهر أب أغسطس هو شهر مهم جدا خلاله كل مواليد برش الأسد بتكون طبقت السنة عم بتبلش سنة جديدة فحكما شهر أب أغسطس عم بتبلشوا صفحة جديدة عم تططوا صفحة من الماضي وعم تبدأوا صفحة جديدة بهيدا الشهر حسب مواقع النجوم كلها كان عطارد الزهرة المريخ المشتري بلوتو كلهم يبدو فيه إيجابيات يبدو كأنه شهر كتير حلو شهر يبشر مواليد برش الأسد بتطورات بتناسبكن بتساعدكن تعطيكن بتحرك حياتكن ورح تتحرك الأمور بشهر أب أغسطس أكتر بكتير من شهر تموز يوليو مقارنة شهر أب أغسطس أفضل بكتير من شهر تموز يوليو فحضروا حالكن كنوا جاهزين للتحرك ولمواكبة التحركات ممنوع توقفوا مكتفين إيديكن لأنه فعلا ساعدة بيكون تقصير منكن إجمالا لا يوجد أخبار سلبيين أنكن شوية مش معاكسات هو مربع من كوكب أورانيوس لكن الأمور منا سلبيين باعتبره شهر جيد وباعتبركم من الأبراج الأوية هلا الحدث خليني قبل ما أبدأ بالحدث رح قصم الشهر إذا كنتوا عم بتتابعوني عادة بالأبراج الشهرية تعرفوا أنه عم بقصم الشهر إلى جزئين مش نصفين إلى شهرين إلى عفواً جزئين الجزء الأول من 1 لمسا 22 هي فترة وجود الشامس ببرجكون خلال هالفترة في عنا فول مون بتاريخ 3 ببرج الدلو وفي عنا أمر جديد بتاريخ 19 ببرجكون الفول مون الأمر المكتمل بيخلق عنكن رغبة أنه ترتبطوا بحداً اجتماعياً مهنياً عاطفياً وبيحط تحت الأضواء عليه أما علاقة أما يمكن تكون صداقة يمكن تعارف يمكن طلاق يمكن زواج يمكن شغل تفاصيل الفترة بحد زيتها اليوم ويومين مثلاً هايدي تقع في الأبراج الأسبوعية واليومية الأمر الجديد يلي مرة واحدة بالسنة بيكون ببرجكون أمر جديد في برش الأسد في تاريخ 19 هايدي تاريخ مهم جداً لأنه قد يشكل صفحة فاصلة بسنة الألفين وعشرين ما قبل 19 مش مثل ما بعد 19 صفحة مختلفة من قصمة السنة عندكم عند موالي برش الأسد إلى قسمين مرة واحدة بيكون في عنا أمر جديد وكأنه بلشته سنة جديدة كيف سنة الألفين وعشرين بالنسبة لي موالي برش الأسد كأنكم عم بتبلشوا صفحة كتير كبيرة وكتير مهمة وبالتالي في حجر أساس عم بيبدأ في خبر في تطورات بتبلش تبين كيف موالي برش الأسد في الجزء الأول طلّة حلوة ساحرة جذابة تجذب الأخبار تجذب النجاحات طاقة ما بتنضب ما بتتوقف ومش بس هيك كل يوم بيومه فيه بالنسبة لكم تعاطف نجاح وأزدهار بالنسبة للجزء الثاني الجزء الثاني من مساء 22 حتى آخر الشهر نوعا ما موالي برش الأسد صار مهتم أكتر بمسائل مالية بشغله بأداءه بالكواليتي لأداءه نوعية أداءه واحتمال إنه يكون فيه نوع من اهتمام أكتر بمسائل مالية اقتصادية أو نوعا بمفاوضات حابين أنتوا تدخلوا فيها موالي برش الأسد بلكن تنتبهوا لأموالكم ولمصاريفكم فيه احتمال تربحوا ايه فيه احتمال تربحوا لكن أيضا احتمال يكون فيه مصاريف إضافية يمكن بس لأنه انتوا طالع بالكم تهتموا بحالكم كيف نفسيتكم كيف نصفكم الجزء الثاني مهضمين حلوين مضبطين حالكم طلتكم حلوي مع احتمال يكون فيه ثقة بالنفس كتير عالية ولكن انتبهوا ما يزيد مصروفكم المواليد يلي يمكن تتأثر شوي هيك بنحسها شوي مزعوجة من المربع من أورانيوس لبرشة هي 2-3-4 أب أغسطس هيدا عم بحكيك عن كل الشهر كوكب عطارد بيحرك حياتكم بسرعة ما بتعودوا تهدوا من مواليد 5-19 أب أغسطس خليني اسكر المواليد الأكثر حظة عفوا الأيام الأكثر حظة الأيام الأكثر حظة هي تاريخ من منتصف 7 كل تاريخ 8 كل تاريخ 9 17-18 أجمل الأيام وأيضا فجر 19 الفترة الحلوة هي من منتصف 25 حتى مساء 27 بالنسبة للأيام الأكثر تعبا أو الأقل حظة تاريخ 3-4 تاريخ 10-11 والنصف الأول من 12 الفترة الفارغة هي تبدأ هي تاريخ 15 و تاريخ 16 أيضا تاريخ متقلب هو من منتصف 23 حتى تقريبا منتصف 25 وأيضا عنا يومين متقلبان اللي لنأخر يومين بالشهر تاريخ 30-31 بدي أتمنى لكون شهر حلو شهر موفق وإلى اللقاء مع الأبراج الأسبوعية واليومية للمزيد من التفاصيل باي باي ترجمة نانسي قنقر